كابتالي أسامة طبعته أكيد القرع النهاردة القرع بتاع الدورة أبطال إفريقيا والأهل هيقابل الرجاء رأيك إيه في هذه المواقع؟ أكيد ده هتلعب أي حد في دور من أول دور السناشر هو الخروج المغلوب هيبقى قوي كنت هتلعب الدرجاء كنت تلعب الوداد كنت هتلعب الترجي كلها فرق عندها خبرات كبيرة في البطولات الإفريقية فأي حد هتلعبه طبيعي النادي الأهل بتعامل مع أي فرقة يعني من ساعة من الأهل لكن أفضل النادي الأهل كان يقابل واحد من ثلاثة يا الرجاء يا الوداد مش فرقة كتير لا لا أنا مش شايف أنه بفرقة كتير يعني الثلاث فرق مستوها متقارب جدا يعني احتمالية أي حد فيهم ياخد البطولة زي النادي الأهل زي سانداونز يعني كلهم عندهم احتمالية فالفرق مستوها تقريبا متقارب جدا يعني ما فيش فروق غير عادية يعني بين الأوائل دولار وآخر مواجهة كانت في كاس السوبر الأهل يكسب في قطر مظبوط ملتنا فيها وبعدين كسبنا كسبنا بدربات الجزاء لا في قطر كان واحد سفر عمتا هي موجهات الأهل والرجاء بتبقى قوية الأهل والترجب بتبقى قوية الأهل والوداد كل الفرق المصلينة بتلاعب فرق شمال إفريقيا بتبقى مواجهات قوية طب الأهل يخارج من دور المجموعات الأداء الناس مش راضيه عنه نعم هل ده هاي بله تأثير لا لا شكله هتغير من وجهة نفسك لا لا ممكن في خروج المغلوب يبقى الشكل يتغير طبعا الأهل برضو تعرض لظروف كتيرة صعبة في الفترة اللي هي بين بطولة إفريقيا اللي أومان منتخب وكاس عالم الأندية وشوفنا الناس اللي راحت مضبوط يعني شوفنا الناس اللي راحت متأخرة على بطولة كاس العالم الأندية ثم العودة هنا للدوري والصفر تاني بين سانداونز والهلال السوداني يعني مضغوط جدا في عدد الماتشات مع كمان بعض الإصابات المؤسرة لأنه خلي بالك لما بتبقى مضغوط يعني بتلعب عدد ماتشات كبير لأنك تتعرض للإصابة بيبقى أكتر يعني لما الجسم بيبقى مرتاح يعني واخد راحته كويس وكده تعرضك للإصابة بيبقى أقل كل ما بتبقى مجهد غير كمان الإجهاد العصبي مش بس العصبي وطبعا ما صح الإجهاد العصبي يأثر على الإجهاد البدني والعكس وانت عصبيا مجهد من الماتشات والسفريات وكده والمنافسة والضغوط طبعا هتبقى مؤسرة على الناحية البدنية والعكس برضو لما بتبقى تعبان بدنية ممكن تأثر عصبيا كلها مرتبطة ببعض يعني فبيبقى تعرضك للإصابة أكتر احنا شفنا أكتر من لعب جلو شد عضلي إصابات يعني لعبنا نقصين في أكتر من مباراة وحتى الآن الماتش الأخير كنا بنعاني برضو من غيابات بعض الناس حتى محمد هاني محمد عبد المنعم كل دول ما لعبوش في ماتش الهلال الأخير فأتمنى إن شاء الله لما نبدأ بقى مرحلة رغم أن عدد الماتشات برضو الشهر ده كتير جدا يعني هنبقى فيها يعني فدي بقى مهمة مستر موسماني والجهاز مسألة التدوير والكلام ده مهمة جدا طبعا خذ بالك الماتشات حتى قريبا انت بتكلم من 15 أو 16 إبريل ماتش الجهاب هتلاقي هنا في مصر وبعد كده ماتش العودة حيكون 22 أو 23 إبريل مصبوط وبينهم كمان دوري وكده ماتشت دوري كل 4 أيام على طول فأنت عشان كده تبقى محتاج لما بنجي نعيد مثلا القايمة تبقى 30 لاعب أو 25 تحتاج كمان لعبها أحيانا من القطاع الناشئين يكونوا مثلا مقايدين في إفريقيا أو حاجة فأي حد معرض أن يلعب في أي وقت يعني إحنا خسرنا أكرم توفيق ثم محمد هاني قضلات اللعبة الماتش اللي فات كريم فوق كريم فوق ماتش كويس الحقيق أه لا هو لعب كويس بس هو يمكن برضو النقلة من من إنبي للأهلي في وجود عالي معلول كمان هو بلعب شمال وأحيانا يمين ووجود هاني وأكرم فرصته تبقى أقل وساعة كمان بلعب في الأجنحة يعني هو ممكن يلعب كمان مكان أحمد عبد القادر آه جناح أو بيرس تاو يعني هو بلعب في كل الأماكن دي